موسيقى الفريق أحمد جيد صالح يشدد على أهمية بناء جزائر قوية وآمنة عبر تلاحم كل أبنائها المخلصين ويجدد التزام الجيش بمرافقة الشعب ومؤسساته لتجاوز المرحلة ويدعو جهاز العدالة للتسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهبي المال العام موسيقى قاضي التحقيق لدى محكمة سيد محمد بالعاصمة يأمر بإيداع الإخوة كونناف الحبس المؤقت بعد مصولهم أمس أمام وكيلي الجمهورية موسيقى متائج مشجعة في شعبة الخضر عبر استخدام البيونيوت البلاستيكية بعين دفلة موسيقى ومن البوليدة توسيع الأراضي المغروسة بالحمضيات لإعادة الاعتبار لسهل متجا موسيقى دوليا ميليشيات حفتر تفقد سيطرتها على الهيرة وروسيا تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار موسيقى نشرة الأخبار أهلا بكم موسيقى تميزت زيارة والفريق أحمد جيت صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس إلى ناحية العسكرية الأولى بترأسه لقاء توجيهيا ألقى خلاله كلمة تابعها إطارات وأفراد ناحية أكد من خلالها أن بناء جزائر قوية وآمنة ومزدهرة يتطلب مشاركة وتظافر جهود كافة أبنائها المخلصين كما جدد السيد الفريق دعوته لجهاز العدالة كي يسرع من وطيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام سكينة محمود علي الفريق أحمد جيت صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يجدد مرة أخرى الارتباط الوثيق بين الشعب وجيشه الذي يقف في وجه كل محاولات ضرب استقرار هذا الوطن لقد عبر شعب الجزائر خلال مسيرته السلمية عبر كامل ربوع الوطن على ارتباطه الوثيق بوطنه والنبل وسمو طموحاته وتشنده الصادق من أجل الأمن وروق الجزائر سد كل طرق في وجه المحاولات ضرب وتحريب هذا المسار السلمي الذي أظهر فيه الشعب الجزائري تمسكه بأرضه وبطموحاته المشروع في بناء دولة قوية آمنة ومزدهرة يشارك في بناء مؤسستها كل أبنائها المخلصين أسسها المصلحة العليا للوطن وقوامها العدالة الشمعية وإمادها الصدق والإخلاص والولاء لله وثم للوطن إن استفاف الجيش وطني الشعبي للجانب الشعب لبلوغ مراميه في إحداث تغيير المنشود وتجنب ديه المستمر لمرافقة الجزائريين في سلمية مسيرتهم وتعمينها نابع من الانسجام والتطابق في الرؤى وفي النهج المتبع بين الشعب وجيشه هذا الانسجام أزعج أوليك الذين يحملون حقدا للجزائر وشعبها ويلعسف الشديد بالتآمر مع أطراب داخيلة باعت ضامرها ورحنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيخة وأمام هذه المخططات الرامية إلى زرع الفتنة والتفريقة بين الجزائريين وجيشهم يواصل الجيش وطني شعبي التصدي لهذه المخططات وفق لما تقتضيه أحكام دستور وقاون الجمهورية وهو ما يؤكده نجاح الوحدات الأمنية مكلفة بحفظ النظام في إهباط عديد المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى وتعكير صف الأجواء الهادئة والأمينة التي تطبع سيرات المواطنين وهو ما تأكد بالتوقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي وبحوزاتهم إسلحة نارية وإسلحة البيضة وقنابل مصير الدموع وكمية كبيرة من مهلوسات وجهزات اتصال السيد الفريق جدد دعوته لجهاز العدالة كي يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام مؤكدا أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية كي تتابع بكل حزم وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات محاسبة هؤلاء الفاسدين ومن جهة أخرى فقد دعوته جهاز العدالة في مدخلاتي السابقة بأنه يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من سدة يده إلى أموال الشعب وفي هذا الصدد بالذات وثمنوا استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانبا مهما من مطالب المشروعة للجزائريين كما أكدو مرة أخرى أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم ضمانات كافية للجهات القضائية التي تتابع بكل حزم وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات محاسبة المفسدين وهي الإجراءات التي من شأنها تطمئن شعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة لازمة السيد الفريق طمأن الجميع بأن بلادنا التي اجتازت مختلف الشدائد والأزمات التي ألمت بها عبر تاريخها ستخرج حتما من أزمتها الراهنة أكثر قوة وصلابة الناجيش الوطني الشعبي ومن منطلق قناعته الراسخة وإيمانه المطلق بضرورة الحفاظ على زصور التواصل مع عمقه الشعبي المتشدر الذي يعد سنده ومنبع قوته وسر ثموده أمام كل أخطار وتهديدات سيواصل في هذا الظرف العساس تبني نفس النهج الصادق بالإطلاع المواطنين دورياً بكل ما يرتبط بأمنهم وأمن وطنهم كما نجدد التأكيد أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى منتازم بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة وكذا مرافقت الشعب ومؤسسته من خلال تفعيل الحلول ممكنة ويبارك كل اقتراح بالناء ومبادرة نافعة تصب في سياق حل الأزمة والوصول ببلاد إلى بر الأمان لقد اجتازت بلادنا مختلف الشديد والأزمات التي ألمت بها عبر تاريخها وحتماً ستخرج من أزمتها الراهنة أكثر قوة وصلابة وذلك بفضل لحمة الوثيقة التي لا انفصام لها بين الشعب وجيشه والتي تضع مصلحة الوطن في كل اعتبار لتظل الجزائر شامخة كما عهدناها وتظل رايتها رمزاً وطني مقدساً من رموز ذورتنا المضفرة ومكسب شعبي وانتزعاً لضريب الدم لعيش شعبنا موحداً منساجماً في كنا في هذا العالم الوطني وتحلوائه عالم لا يتغير بالتغير الظروف ولا يتأثر بتقلب لحوال علم سيبقى خالد إلى أن يرثى الله الأرض ومن أليه ووفاء لشهادين الأبرار الذين ارتووا أديم هذه الأرض الطاهرة بدمائهم الزكي مرحلة مفصلية وحساسة يعي الجيش الوطني الشعبي جيداً دور المنوط به خلالها كما يعي مختلف التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه في كل مرحلة تضع الجزائر فيها خطوة فعالة نحو استكمال مشروع البناء الوطني وهنا يجدد الفريق أحمد جيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن الجيش سيكون دائماً السند والمرافقة للشعب الجزائري وفق ما تتطلبه المرحلة لإرساء قواعد جزائر جديدة سيدة في قراراتها عبر تلحم كل أبناء الشعب قراءة في المواقف والتصريحات مع موسى مصطفى باباسا مرحلة مفصلية وتاريخية تلك التي تمر بها الجزائر اليوم تستوجب استجماع كل أسباب التماسك والوحدة هكذا وصف السيد الفريق الوضع الذي تعيشه بلادنا بلغة مطمئنة تجدد المؤسسة العسكرية مرة أخرى مرافقتها للشعب إلى أن يحقق كل تموحاته المشروع بخطوات ثابتة وبتعقل وتبصر وهدوء وتؤكد أنه كلما وضعت الجزائر لبنة جديدة في مسار استكمال مشروع البناء الوطني تعالت أصوات الحاقدين على استقرار البلاد رافضة لكل المبادرات ومقاطعة لكل الخطوات بداية بالحوار كأرقى آليات العمل الديمقراطي وبين هذا وذاك تطول الأزمة وتضيع معها الجهود والثمن آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وفاتورة ثقيلة يدفعها المواطن على أبواب الشهر الفضيل يجب التأكيد أولا على أن بيان قيادة الجيش الوطني الشعبي أكدت على مسألة الحوار كمبدأ وهي مع الحوار كمبدأ وليس كإجراء تم اتخاذه الدعوة إلى ضرورة الاحتكام إلى العقل والحوار تفرضها حساسية الظرفية الحالية التي نعيشها ولا يمكن الحديث عن خروج من الأزمة دون التأسيس لشروط ومتطلبات الحوار هنا يجب التأكيد على مسألة جد مهمة وجوهرية وهو أن هذا الحوار نؤكد من خلاله على أن الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها الوطنيين والمخلصين والجزائر تحتاج إلى مبادرات من كل الفواعل ومن الشخصيات على الخصوص المواقف الثابتة للجزائر وقراراتها السيدة الرافضة لكل الإملاءات جعلتها عرضة للعديد من المؤامرات الدنيئة وتلاحم كل أبناء الشعب السلاح الوحيد لمجابهة المتربسين بأمن واستقرار البلاد بهذا الأسلوب الصريح والمباشر جاء خطاب السيد الفريق وبروح مسؤولية عالية كشف خيوط مخطط خبيثة للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد تعود خلفياته إلى عام 2015 مؤكدا العمل على تفكيك شبكة الألغام التي زرعها من وصفهم بالفاسدين والمفسدين في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة والمكائد متواصلة لدفع البلاد إلى فخ الفراغ الدستوري ودوامة العنف والفوضى هناك أطراف لا تريد أن يخرج الجزائرين من عنق الزجاجة ويذهبون إلى انتخاب رئيس جمهورية قوي خاصة مع ما نعيش من هذا الحراك المندفع القوي الذي مصمم على أن يذهب إلى بناء جمهورية جديدة يعني تلبي رغباته هناك كثير من لا يعجب هذا الأمر بتواطئ مع القوى الخارجية التي تريد إبقاء الجزائر تحت الوصاية لبعض القوى استعمارية هناك من يريد أن يبقي على امتيازاته هناك من يريد تموقعه في الساحة السياسية الجزائرية وفي دوليب السلطة لذلك هذه الأطراف فمن فقدت كثير من الامتيازات تريد اليوم العودة من أجل التموقع ومن أجل استئناف مهامها في امتصاص خيرات الشعب الجزائري هناك قوى تعمل على شيطنة كل شيء من خلال الترويج لتعنط ورفض كل المبادرات وكل التصورات التي يمكنها ويمكن في إطارها خلق وإيجاد بدائلة تخدم مصلحة العامة للشعب الجزائري وهدف هذه القوى الظلامية هو تكبير دور الجيش الوطني الشعبي في دعم مطالب الحراك من خلال الدفع للعمل خارج الدستور أنا أقول أن أي محاولة للعمل خارج الدستور فهي خطر على مصالح البلاد والعباد وفي الخطاب تطمين للشعب باسترجاع أمواله المنهوبة بقوة القانون والصرامة اللازمة بعد تحرك آلة العدالة لمعالجة قضايا الفساد ونهب المال العام ولما كان تحقيق مطالب شعب المشروعة تدريجيا تغييد المتربسين بوحدة البلاد وتخرج دعاة الفتنة والنوايا السيئة من جحورهم محاولات لتحويل الأنظار من محاربة الفساد إلى الاستثمار في الجهوية بحجة استهداف مناطق من الوطن دون غيرها الفساد مرتبط بالأشخاص وليس بالمناطق والجهات داخل الدولة من أجل ذلك والأخطاء أيضا يتحملها الأشخاص ولا يمكن بأي صفة أن نحملها لأطراف أو في صورة جماعية بما يؤكد أن عمل السلطة القضائية المدعوم بضمانات الجيش الوطني الشعبي هو أيضا أحد المخرجات لذلك هناك كثير من أطراف من يزعجها هذا وهي متورطة مباشرة ومتورطة هي وأبنائها كثير من العناصر من تورطوا مع أبنائهم فيها ملفات ثقيلة مثل هذه النهب المال العام وهناك من يريد اليوم أن تتوقف هذه المتابعة القضائية لأنها سنعرف أيام قادمة أسامي ثقيلة جدا وأسامي ستخرج من الخفاء إلى العلل وتظهر أنها متورطة لذلك هناك كثير من يريد أن يدفع هذه الأمور إلى منحة آخر أن يصبغها لباس طائفي أو جهوي أو منطقي حتى يبعد الأنظار عن المتابعة القضائية وفي خضم كل الأحداث التي يشهدها الشارع الجزائري يبقى الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة أولوية ففيها من الإطارات مخلصون وشرفاء حريصون على استمرارية مؤسسة الدولة ضمانا لسير الشأن العام خدمة للوطن ومصالح المواطنين أمر اليوم قاضية تحقيق لدى محكمة سيد محمد بالعاصمة بإيداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت وذلك بعد مثولهم أمس أمام وكيل الجمهورية رفقة ثمانية إطارات من وزارة الصناعة للتحقيق معهم وسماع أقوالهم بخصوص تهم الفساد التالية استغلال نفوذ تعارض المصالح التمويل الخفي للأحزاب السياسية سوء واستعمال أموال شركات المساهمة إبرام عقود وصفقات بالاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الهيئات المذكورة إبرام عقود وملاحق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة هذا وأكد وزير والاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي على هامش الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمقر الوزارة الأولى أكد متبعة جهاز العدالة دون هوادة لجميع قضايا الفساد منوها أن الإجراءات القانونية تتطلب تحقيقات معمقة قد تأخذ وقتاً بلادنا قد ولجت عهد الديمقراطية وأن العدالة فوق الجميع ولذلك من منظوري أن العدالة ستتولى بحث ودراسة كل الملفات التي كان لها أو لا زالت لها وقعاً سلبياً على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار الأمة أود أن أترك للعذالة لأنها هي السلطة الأقوى وهي السلطة المخول لها حق يعني البد في كل هذه الملفات ولذلك مثل ما سبق وانقلت في لقاءاتنا السابقة أترك للعدالة ما هو من اختصاصها بمقر شركة سونتراك أشرف اليوم وزير والطاقة محمد عرقاب على التنصيب الرئيس العام الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سونتراك رشيد حشيشي الذي عينه أمس رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح المدير الجديد سبق وأنشغل عدة مناصب بالشركة كان آخرها مديراً للإنتاج وجود معكم اليوم للنصب على رأس مجمع سونتراك سيد رشيد حشيشي لهو من الكفاءات العليا لهذه المجمعات وكم هي كثير الكفاءات في سونتراك وحنا فخورين كثير بهذه الكفاءات وهذا التحكم الموجود في سونتراك احنا بأعمال سونتراك كل الأمور الاقتصادية لازم تكون تتقدم سونتراك هي هي أول في المقطورة أهم الأهداف هي مواصلة المشوار الذي قطع منه شوطن كبير السيد عبد الممن والقدور وكذلك الأهداف الأخرى التي تتمثل في تجديد المخزون وتدعيم الانتاج والتصدير لأن شركة سونتراك تبقى الممول الأساسي أو الأول للدولة الجزائرية نقابياً أطلق اليوم في ندوة صحفية بن الميل العياشي الأمين الوطني المكلف بالتكوين في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أطلق مبادرة وطنية تضم النقابات والجمعيات والشخصيات الوطنية من أجل بلورة مشروع اقتراحات في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والالتفاف حول الجيش الوطني الشعبي باعتباره صمام الأمة ووحدتها بغية تجاوز الأزمة الراهنة كما دعت النقابة إلى إضراب شامل يومي التاسع والعشرين وثلاثين من الشهر الحالي من أجل الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وهذا الوقت الصعب يستدعي تكاتف وتضافر الجميع وتلحم جميع الطبقات واعتبار أن الجزائر خط أحمر وهي أولوية من الأولويتنا الأساسية والتي لا يمكن ليس لدينا بلاد أخرى مع هذا الجزائر سوف ندعو الجامع بمختلف الحساسيات والمشارب والمناهل من أجل التفاهم على الأقل بالنسبة النقاط معينة التي يمكن أن يتفق عليها الجامع تربية تربوياً تربوياً والتزاماً برزنامة الامتحانات الرسمية انطلقت وعلى مدى يومين على مستوى المؤسسات التربوية عبر كامل ياتراب الوطني امتحانات شهادة التعليم المتوسط في مدى الرسم والتربية الموسيقية فيما تستكمل باقي الامتحانات في التاسع جوان المقبل إلى ولاية عين الدفلة حيث حققت زراعة الخضر تحت البيوت المحمية نتائج جد مشجعة ممن عكس إيجاباً على توفر الخضر ذات الاستهلاك الواسع خصوصاً ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم روبرتاج خليل تواتي زراعة الخضر تحت البيوت المحمية تعرف تطوراً ملحوظاً بولاية عين الدفلة بإنتاج بلغ حوالي 800 قنطار في الهكتار والعينة من المحيط الفلاحي المسقي بالعبادية الذي دخل مرحلة الإنتاج كما راكم تشوفوا الإنتاج كاي إنه خدم مختلف عنواع الخضرعوات طماطم الخيار اللوبيا قرجات كايين كلش هذا وين وجد ملكانس أفريل نبدأ شوية هكذا كايين المنتوج قليل كي يبدأ المي يكون المنتوج يقوى المنتوج في مي عشر يام من رمضان ولا كنس جول لا تكون دعواء لا بس وراء دخلوا راكم تشوفوا في السلعة عندنا مساحة لبس بها حوالي 1500 هكتار تعمل مختلف الخضرعوات بما فيها الباصل والخس والمنتوجة للخضرعوات الأخرى منتوج ننتظر ومنتوج يعني لبس به ومعظم المنتوج راحي يعني يكون متوفر في خلال شهر رمضان المبارك التركيز على زراعة المنتوجة الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مكن من تحقيق الوفرة في هذه المنتوجات فيما يقص الباطاطا يعني متوفرة بكمية كبيرة وما لنا على أبوه بشعر رمضان تكون متوفرة ثانيا لضبط الأسواق فيما يقص الباطاطا كين فترات ويني تطلع الأسعار بالصعب دي باسيش تروى ملتر وميسر وكينو يتخافظ حتى الأدنى سعر عندنا أكثر حوالي 440 هكتار يعني في مساحات البيوت الداخلية والفلاستيكية يعني بمعدل يعني إنتاج حوالي 800 قنطار في الهكتار في هذه المساحات والتركيز يعني التركيز على أكثر يعني على الخضروات يعني ذات الاستهلاك الواسع والتي تستعمل خاصة في بداية الصيف وفي شهر رمضان هذا ويشتكي بعض فلاحية المنطقة من انتشار بعض الأمراض الطفيلية التي تحتاج إلى مرافقة تقنية لضمان تحقيق مردودية أفضل تسعى المصالح الفلاحية لولاية البوليدة إلى توسيع الأراضي المغروسة بأشجار الحمضيات وهذا من خلال عملية إعادة الاعتبار للأشجار القديمة من جهة وتقليص المساحات المخصصة لزراعة الحبوب من جهة أخرى تفاصيل أكثر مع راضي أتشي تعلق بأرض أجداده فواضب على تطوير بساتين الحمضيات التي ورثها أبا عن جد رفيق اكتسب خبرة في الفلاحة دعمها بالتكوين من أجل إعادة الاعتبار لأشجاره القديمة التي تمتد على مساحة عشره كتارات إعادة الاعتبار للأشجار القديمة يدخل ضمن المخطط الوطني لتنمية المتيجة حيث يتم تعويض الأشجار الهرمة بشكلات جديدة ذات خصائص تسمح بتحسين نوعية الإنتاج وجنية بداية من السنة الثانية وقت فات نقول للسجرة بألك سبع سنين عاشر سنين باش تمدل الإنتاج تاحها ذو كالسجرة يعامها الثالث تبدل خير وبركة كما السجرة تشوفي هذه بألك سنالك تبربي إن شاء الله بألك فيها خمسين كيلو بألك من الخمسة ربيحة إلى خمسين كيلو كانت بكري يعني هكتار واحد يرفض 400 سجرة ذو كهكتار واحد يرفض 800 سجرة يعني كنقولوا ألفين هكتار تعب بكري اللي كانت تضربها في 400 سجرة ذو كألفين هكتار تضربها في 800 سجرة هناك فيما يخص إعادة الاعتبار أو الغرسات الجديدة يعني جوزنا 1780 هكتار من المغروسة الجديدة حاليا عندنا ما يقارب 8000 هكتار من المساحات المستعملة أو مزرعة بالحبوب تعرفوا أن منطقة المنتجة هي منطقة حمضيات يعني في كل سنة نشاهد تقلص هذه المساحات على زراعة الحبوب ونزيده في المساحات التي تغرس بالأشجار المثمرة هذه إضافة إلى الأشجار التي تقتلع وتعود تغرس من داره جديد ومن المتوقع أن ترتفع مساحة أراضي أشجار الحمضيات بولاية البوليدة من 20 ألف هكتار حاليا إلى ما يقارب 24 ألف هكتار خلال السنوات الثلاث القادمة ما سيسمح بالتوجه نحو التصدير في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الحدود أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني أمس قرب ابني ونيف بولاية بشار ثلاثة تجار مخدرات كانوا على متن سيارة سياحية محملة بـ 52 كيلوغراما من الكيف المعالج حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني إثر عمليات متفارقة بتمراص ثمانية منقبين عن الذهب وحجزت إثنى عشر مولدا كهربائيا وإحدى عشرة مترقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن بالإضافة إلى مركبة رباعية الدفع وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية في حين حجزت مفرزة مشتركة أخرى أزيد من 2400 وحدة من مادة التبغ بي بسكرا أحيى منتدى الذاكرة الذي تنظمه جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد إدى الذكرى الثالثة والستين لكتابة النشيد الوطني الندوة التي نشطها المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي والدكتور محمد لحسن زغيدي تطرق خلالها المشاركون إلى النضال البطولي لشاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا الذي شبع على حب الجزائر عبر مسيرة متواصلة ضمن الحركة الوطنية التي وكبها منذ انطلاقها ليستمر نضاله بقلمه ويوصل صوت الثورة والشعب إلى كل بقاع العالم دوليا أصيب 21 فلسطينيا على الأقل برصاص المغلف بالمطاط والغاز السام والمسي للدموع في مواجهات اندلعت اليوم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلوس بظيفة الغربية المحتلة إلى ذلك وفي إطار سياسة العقاب الجماعي فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى في بلدة الزاوية نجحت القوات الليبية المؤيدة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في ضحظ ميليشيات حفتر في التقدم نحو العاصمة طرابلوس التي فقدت السيطرة على منطقة الهيرة في وقت ندد فيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايزة سراج ندد بدعم فرنسا لحفتر في إطار عملياته العدائية ضد طرابلوس هذا ودعت موسكو اليوم لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار بين أطراف الأزمة ونختم النشرة بعمق التراث الأصيل والعادات والتقاليد بمدينة السعيدة حيث تنظم كل سنة عروض الفانتازيا التي تحظى بإقبال كبير للمواطنين من كل الولايات بما يعكس تمسك المجتمع بعاداته وتراثه الأصيل روبرتاج ندار مادلية تقرير نوردين رابيا هكذا هي هزيج الفانتازيا التي تورثها الآباء عن الأجداد هي اليوم تعد في السعيدة هواية متوارثة من جيل إلى جيل المنادي أو ما يسمى بالسلعيات هو المسؤول عن انطلاق الفرسان لاستعراض الخيالة وإطلاق ذوي الباروت نطلبوا أربع العالمين ويبقى الحفاظ على هذا الأرث الأصيل مسؤولية الجميع من خلال إنشاء مدارس تكوينية تضمن استمرارية هذا المورث الشعبي للأجيال القادمة الفريق أحمد جيد صالح يشدد على أهمية بناء جزائر قوية وآمنة عبر تلاحم كل أبنائها المخلصين ويجدد التزام الجيش بمرافقة الشعب ومؤسساته لتجاوز المرحلة ويدعو جهاز العدالة لتسريع وطيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام قاضي التحقيق لدى محكمة سيد محمد بالعاصمة يأمر بإيداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت بعد مثولهم أمس أمام وكيلي الجمهورية وكما تبعنا نتائج مشجعة في شعبة الخضر عبر استخدام البيوت البلاستيكية بعين دفلا ومن الهوليدة توسيع الأراضي المغروسة بالحمضيات لإعادة الاعتبار لسهل متجا دوليا ميليشيات حفتر تفقد سيطرتها على الهيرة وروسيا تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئنة في الحوار أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدنا وللتواصل معنا عنويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة